يا رب بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية يوفيكم يا رب وينصركم إن شاء الله تعالى الآن أخواني بدنا نشتغل الآن في الوحدة تقريبا هي جاية في الدوسية الوحدة العاشرة في صفحة رقمها أربعين في الوحدة العاشرة هل عنوان القطعة هاي دوينج أن انترنشب هاي موجودة في الريفجن اللي هي مراجعة الموجودة في المادة المراجعة الموجودة في الكتاب نفسه يعني موجودة طبعا رفجن بي مكتوب في العنوان زي ما أنتوا شايفين في الكتاب كتاب الطالب في صفحة 79 79 جزء منها في الكتاب وجزء منها في الليسنينج كثير بنسأل وكثير حكيت إنه هل بيجيبوا من القطعة هاي الآن الموجودة في الاختبارات في المراجعات في شيء والله يا جماعة آه زينا الخمسة وتسعين جابوا لهم قطعة كانت زي هيك عرفتوا كيف فأحنا على أساس إننا ما نظل خايفين لا سمح الله فهو بالنهاية جزء من المادة ما بنعرف الآن طالب المجتهد لازم يعرف صراحة كل صغيرة وكبيرة إن شاء الله تعالى إننا مش مقصرين يا رب يا رب يا رب يا رب الآن الجزئية هاي بتحكي عن شو اللي هي بداية الفقرة الآن من العنوان لما نأخذ العنوان doing an internship اللي هو عمل فترة التدريب internship فترة التدريب عمل فترة التدريب معكم كلمة كلمة عشان لاحقوا وكتوب هيك ونحاول نحفظ ونفهم في نفس الحصة في نفس الفيديو الله يسعدكم يا رب وينصركم يا رب طيب هلأ لما نيجي نحكي عن doing an internship الآن الفكرة في البداية عن شو بتحكيها إذا بده شخص خلص جامعة بده روح يا جماعة على وظيفة بده روح يعني على مكان معين بده عشان وظيفة بيحكيله صاحب الوظيفة أعطيني الخبرة العملية اللي معك فالشاب بيحكيله أو الصبية بتحكيله أنا والله ما معي تخرج الجديد بيحكيله والله احنا أسفين يعني بنعتذر منك فيش وظيفة طب ليش يا جماعة ما فيش معك خبرة طب عفوا الخبرة بتجيبها من الهواء يعني هيك طب وظفني عندك عشان أخذ خبرة لا لا ما غزبط ولا نهيا طب عشان توظف شو لازم أعمل لازم يكون معك خبرة طيب أعطيني الوظيفة عشان أخذ خبرة مش ظابط طب معناها مشكلة على الحالة هاي معناته مرحب ولا بني آدم يتوظف منه إلى نهاية الحياة طب شو الحل الآن وجدوا أو استحدثوا شيء إيشي إلو علاقة في عمل فترة التدريب عمل فترة التدريب الآن فترة التدريب بيروح الطالب بيتدرب فترة معينة بيقايس له على خمس ست سبع شهر ما بيأخذ مقابلهم مصاري يعني بس بالنهاية توضع هاي في السيفي في السيرة الذاتية فبالنهاية بيكون يعني قبوله للوظيفة بيكون أسرع غالبا الآن هون بيحكي لنا عن إيش الفوائد اللي أنا أحصل عليها من وراء اللي هو الانترنشب اللي هي فترة التدريب هلا بيحكي لنا فايندينج وارك بسم الله الرحمن الرحيم إيجاد العمل in a crowded job market crowded مكتوب عليها مزدحم job market سوق العمل إذن إيجاد العمل يعني إيجاد الوظيفة في سوق العمل المزدحم can be challenging فيه تحدي أحيانا خاصة for graduates للخريجين who don't have any work experience الذين ليس لديهم من هم هو اللي هم الgraduates الخريجين who don't have الذين ليس لديهم any work experience أي خبرة عملية many employers أصحاب العمل فيه يا جماعة عنا كلمة employees EES بالآخر وفيه employers هاي هاي معناها أصحاب العمل اللي هم الموظفين يعني employees معناها الموظفين اسم مفعول يعني الآن many employees معظم أصحاب العمل are looking for يبحثوا عن people أصحاب العمل بدهم ناس with a proven track record بيكون الناس هذول لهم سجل نجاحات proven موثق أو مثبت يعني عنده خبرة عن جد موثقة track record المصطلح جدا مهم كيف يكتب معناه انجليزي ومعناه بالعربي سجل النجاحات in a particular area of work في مجال عمل معين مكتوب عليه however إلا أنه وظيفتها طبعا showing a position إلا أنه you need to have a job يجب أن have a job أنه يكون لديك وظيفة in order to get experience من أجل الحصول على خبرة إذن المشكلة عند الناس اللي ما عندهم خبرة هي المشكلة اللي بتواجههم في سوق العمل الناس اللي who don't have any work experience اللي ما عندهم خبرة إذن طيب أنا طب بدي الخبرة هاي معناته بدي وظيفة طب بدي أروح أتوظف معك هاش خبرة مشكلة عن جد هاي الآن بحكي لنا هون doing an internship عمل فترة التدريب doing an internship فترة التدريب طبعا المصطلح ديروا بالكم مهم يا أخواني هذا المصطلح مهم internship فترة التدريب is a good way هي طريقة جيدة to get around للتغلب على this problem هذه المشكلة get around يعني solve أو overcome بمعنى التغلب على solve أو overcome this problem internships اللي هي فترات التدريب provide تزود أو تمنح work experience الخبرة العملية for for لي لمين فترة التدريب بتكون ممتازة هاي for university students طلاب جامعة graduates graduates خريجين and people considering والناس الذين يفكرون بي تغيير طالب جامعة graduates اللي هم الخريجين واحد تخرج مش لاقي وظيفة إذن أكيد بده يعمل اللي هو الخبرة هاي ورقم ثلاث اللي هم الناس اللي بيفكروا في تغيير الوظيفة يعني بني آدم بيشتغل في وزارة الزراعة مثلا هذا الشخص بده ينتقل لوزارة السياحة الآن فالنفتر يصار لعشرين سنة في وزارة الزراعة طيب انت ما بتعرف الشيء في السياحة إذن لازم تتدرب أول شيء إذن الثلاث جهات اللي الجهة الأولى university students graduates and people considering بمعنى people thinking of career changes تغيير المهنة على الرغم من they are not usually paid على الرغم من أنهم ليسوا مدفوعات أو لا يدفع لهم إلا أن المتدربين do get يحصلون على مجموعة فوائد الآن بالله خلينا أقول على الرغم من أنهم لا يدفع لهم مين هم اللي they لا يدفع لهم مين هم ممكن أحكي they بتعود على المتدربين تقديم وتأخير عادي جدا وممكن أحكي مين اللي مش مدفوعة اللي هي فترات التدريب إذن يا أما بحكي فترات التدريب غير مدفوعة يا بحكي المتدربين لا يدفع لهم والجهتين الإنجليزي الصح بيستوعب بها يعني بيحتويها يعني الثنتين صح مية بمية إذن they إما على interns أو على internships اللي اللي هم المتدربين do get بيحصلوا على مني بنفتس العديد من الفوائد the most important benefit أكثر فائدة مهمة is considered بمعنى تعتبر يعني إذا حابين تكتب عليها كلمة deemed بمعنى تعتبر to be the opportunity الفرصة للحصول على valuable work experience خبرة عملية لها قيمة إذن واحد الفائدة الأولى لفترة التدريب اللي هي الحصول على أي شي يا زماعة اللي هي الخبرة العملية أصلا ليش الشخص يريد يتدرب عشان يأخذ خبرة عملية إذن هاي رقمها واحد furthermore بالإضافة إلى ذلك many employers من ال employers أصحاب العمل if you interns بمعنى يعتبرون المتدربين أو ينظرون إلى المتدربين as possible employees كموظفين محتملين يعني أنا صاحب شركة مثلا وأجأ عشر أشخاص بدهم يتدربوا عندي لأن براقبهم من بعيد لبعيد هسأ إذا شفتم ممتازين خليكن هذول الموظفين إذن أصحاب العمل ينظرون للمتدربين كموظفين محتملين many interns معظم المتدربين once they have proved مجرد ما يثبت يعني أول ما يثبت they they لهم many interns مجرد مجرد يثبت that they are capable أنهم قادرين منهم they لهم المني interns they they are capable قادرين a and hardworking و مجتهدين be are offered يتم منحهم now notice لاحظوا passive voice مبني المجهول are offered يتم منحهم a full-time position وظيفة بدوام كامل full-time position وظيفة بدوام كامل after the end of بعد نهاية the internship contract اتفاقية التدريب اذا متى انا بخلي والله المتدرب عندي انه هذا انت خلاص توظف عندي على طول اذا اثبت انه capable انه قادر واثبت انه hardworking انه شخص شغلي يعني بدو يشتغل اذا are offered يتم منحهم a full-time position وظيفة بدوام كامل after the end of the internship contract بعد انتهاء اتفاقية التدريب this trial period فترة التجربة هذه trial period also gives interns تعطي المتدربين the chance الفرصة لرؤية فيما اذا they have made the right career choice فيما اذا اتخذوا القرار الصحيح قرار المهنة الصحيح منه من اللي اتخذوا they اللي هما interns اذا هاي الفائدة رقمها اثنين هسا ممكن انا الخص اللي هي الكلام اللي قبل بانه الفائدة هاي اللي هون بس هون احتمالية اللي هي the possibility احتمالية يعني اللي هي getting a job الحصول على عمل بس هون هاي ثابتة اللي هو اعطى the chance to see whether they have made the right career choice مثلا شخص بيحب كثير المطار اوكي اوكي الان هذا الشخص راح بده يتوظف قالوا له لا في فترة تدريب والله مدة 6 اشهر قال لهم اوكي اتدرب 6 اشهر بعد نهاية 6 اشهر قال لك عمي شو هذا انا كنت احلم احلام انه المطار اشي حلو بديش المطار كله كامل الان لاحظوا لو ما في فترة تدريب ممكن اول ما يروح يتوظف بده يوقع عقد 10-15 سنة مشكلة فعشان هيك شو هون اللي هو فترة تدريب بتعطي اللي هو المتتربيين الفرصة انه يشوف هل انا والله القرار الوظيفي تاعي صح ولا لا اذا انه مش صح بعد 6 اشهر عمي مع السلام يعطيكم العافية اذا نصح لكل حادث حديث هلأ contacts or references هون بمعنى اللي هم الاشخاص المعرفين يعني اللي بيعرفوا عني within an industry في مجال العمل can really help بيساعدوا someone applying for a job الشخص المتقدم لوظيفة يعني اجا بني آدم بده يتدرب عندي في المركز اوكي الان هذا الشخص اتدرب 6 اشهر شعرت انه بني آدم ما شاء الله ثقة جدا ممتاز الان راح قدم لمدرسة معينة المدرسة حقوله انه اعطينا اشخاص بيعرفوا فيك اشخاص تعاملوا معك فبيجيني هذا الشخص بحكي لي بالله اكتب رسالة توصية مثلا الان انه انا دومت عندك واكتب فيه الشيء اللي بالفعل انت لمسته فيه يعني فبكتب الله انه الشخص هذا كان مجتهد وكان ما شاء الله وكان ملتزم كان يحترم الناس ويحترم مشاعر الاخرين شغيل من الدرجة الاولى كيبابل هارد ووركينج اذا هذا الكلام بيساعد هذا متى انا بقدر انا احصل عليه اذا ادربت اذا كان really help someone applying for a job an internship وفترة التدريب provide هاي بتكون رقمها ثلاث provide the chance فترات التدريب تعطي الفرصة لمقابلة الكثير من الناس في مجال عمل معين لو نوتس لاحظوا هاي فرصة يعني ممكن يسألني شو ما الفرصة وهون كمان اللي هي كمان في عنا chance فرصة الان هاي حضرات نكتب عليها رقم اللي هي ثلاث اذا لحد الان كم في فائدة ثلاث فوائد الان فائدة الاولى انها تعطيني خبرة فترة التدريب الفائدة الثانية انا بتخليني اقرر والله الخيار الوظيفة تعطي صح او خطأ الخيار الثالث انا بتخليني اقابل ناس جدد اقابل ناس جدد الان انتنشب فترة فترة طريقة طريقة عظيمة ممتازة لتصبح اكثر ثقة في مكان العمل اقرر هذه الزيادة في الثقة هذه الزيادة في الثقة طبعا اخواني يلا كلمة confident و confidence مهمات هاي adjective واثق هاي noun ثقة more بعدها adjective in حرف الجر بعدها noun اذا هذه الزيادة في الثقة will also help ستساعد a great deal great deal بمعنى كثيرا مالهاش علاقة بصفقة ممتازة لا لا ولا دخل فيها تساعد كثيرا when it comes to the first interview for your first paid job when it comes عند المجيء to the first interview للمقابلة الاولى اذا كله تابع لموضوع اللي هو confidence ثقة لأول paid job عمل مدفوع تخلي البنيادة مواثة اذا كم طلعوا شغلة اربع اللي هما benefits of internship فوائد فترة التدريب اوكي 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 طيب يلا اخواني يلا يطول اعماركم يا رب كونها هاي من القطع المراجعات والاختبارات اذا لاحظين الاسئلة مجاوبة لماذا احيانا challenging يعني فيه تحدي for graduates لمين للخريجين to get للحصول على اول وظيفة ليش بتكون صعب للخريجين اللي ميحصلوا على اي اول وظيفة because they don't have any work experience لانه ما عندهم خبرة عملية get around ايش معنى overcome or find a solution يجد حل او اللي هي solve يحل they قلنا بتعود على اما intense اللي هو المتدربين intense او اللي هي بتعود على اللي هي فترات التدريب فترات التدريب الآن ايش الكاتب يشعر feel the main reason السبب الرئيسي لعمل فترة التدريب حكينا قبل شوي اللي هي في اكثر من فائدة بس الفائدة الرئيسية اللي هي اللي فوق يا جماعة اللي هي ينظرون الى المتدربين انهم ايش possible employees موجود هيها بساطة الرقم عشرة نجد نجد كلمة او المصطلح حفو اللي معنا both employees كلاهما صاحب العمل والمتدرب can try out يجرب أحدهما الآخر the other كل واحد يجرب الثاني to see ليروا if the situation إذا الوضع مناسب لهم قبل الحصول على أو الوصول إلى اتفاقية التوظيف هاي اللي هي trial period فترة التجربة طب لو طلبني العكس احتمال لا يتجاوز واحد بالألف اللي بالمضلل فقط لا بير هلا several kinds of chances فرص كثيرة mentioned in the text مذكورة في النص write two of them نكتب ثنتين منهم to meet a lot of people مقابلة الكثير من الناس and to see واحدة ثانية اللي هي if they have made right career choice وضللناهم قبل شوي حكينا عن chances الفرص الأسئلة الإضافية سؤال ثمانية مهم track record track record مهم جاوبات there are many benefits في فوائد كثير حكينا حددنا قبل شوي أربع فوائد بدكم طالب ثنتين الجملة اللي بتحكي عن confidence عن الثقة this increase in confidence وكيف الخريزين اللي ما عندهم خبرة عملية بيحصلوا على وظيفة من خلال doing an internship عمل فترة التدريب سؤال 12 مهم 8 12 12 what are the qualities ما هي الصفات المذكورة لأولئك الذين مهم يمنح وظيفة دائمة بعد انتهاء فترة التدريب شو الصفات اللي هي capable and hard working ما تنسوا أخواني تقرأوا هذا الجزء اللي تحت هذه الهموم والغموم أليست في الأرض إذن توكل على من له هذه الأرض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة فقط منه كل كروبك وهمومك الله يبعدها عنكم يا رب يسلموا أديكم thank you very much يعطيكم رب التريليون عافية إن شاء الله يسلموا thank you for being patient شكرا الله صبركم and for listening ولا استماعكم يعطيكم العافية يا رب ترجمة نانسي قنقر